السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت من البنات انكم تكونوا ان شاء الله في افضل حال. مرحبا بكم معي ان شاء الله عندي في القناة. اليوم ان شاء الله غدي نشارك معكم واحد الوصفة رائعة رائعة ان شاء الله لاخراج يعني البرد من الرحم. فبزاف دي للسيدات يعني من هاد المشكل هاد يعني المشكل دي يعني البرد في الرحم وكذلك يعني هاد هاد المشكل هاد دي البرد في الرحم فهو ان شاء الله يعني كيكون سبب يعني في تأخر ديال الحمل. فان شاء الله بهذا الوصفة هاد البنات حاولوا بعدك اصلا انكم يعني تبعدوا على اي حاجة يعني ممكن انها يعني دي لكم برد في الرحم. فاول حاجة يعني تلبسوا بتبعي الحال مزيان. وبطبيعة الحال تحاولوا انكم مش مشوش اه بالحفا ولكن هادو كلهم يقدوا ما يكونوش الاسباب يعني كيكونش اسباب اخرين لتي لتي ديروا البرد في الرحم. المهم احنا غيرا نديروا الوقاية. فكذلك حتى بعد المرض كيكون كيكون الجي معا وهذا هو السبب يعني في ذاك البرد لك يكون في الرحم فأآ المهم يعني العلاج ديال هاد آآ ديالهاد البرد او اخراج ذك البرد التي يكون عندك في الرحم فبعد السيدة اللي تيكون عندهم نوجاع بزافة يعني من البرد وكذلك حتى بعد المرات يعني كتارة إني كتحسي ان بحل يعني الريح التي يكون من الشراج كتحسي به أنتية قريبا يعني في مهبل ديالك فهذا الدليل انه يعني عندك البرد وضروري وضروري انك اه هدا وضروري انك يعني تعالجي هاد البرد هدا والافرازات كذلك كيكونوا هم يعني كيسببهم كذلك البرد في الرحيم فان شاء الله اليوم بهاد الوصفة هادي الرائعة والوصفة الاكثر اكثر من رائعة فا اه كما كيبال لكم عندي هنا يا البصل البصل راه رائع رائع البنات وكذلك عندي اه عندي اه هدا الخزامة او الالفندر فخزامة رائعة وكما كان كان عارفوا يعني اه من قديم ان اه اي وحدة يعني كيكون عندي اشي برد ولا شي حاجة فكتستعمل كتستعمل هدا كتستعمل الخزامة فخزامة كتقضي لنا على البرد وفي نفس الوقت هاد البصلة هادي يعني لعندك شلتهابات ولا شي حاجة يعني كيت يعني هاد الوصفة يعني بحل اه معاقمة وفي نفس الوقت يعني كيتحييد لك حتى هادك البرد اللي تيكون عندك فان شاء الله كما كيبال لكم غادي اه البصلة غادي تديروها في واحد المقلة او في واحد الكاثرونة وغادي تديرو فوق منها اه يعني تدير فوق منها واحد شوية ديها الاخزامة وتخوي عليها المص يعني هاد الوصفة دي غادي رفوق من البطا وتخليها حتى تغلاء مزيان مني تغلاء ان شاء الله مزيان هادي تاخدي واحد لقرعة دي الجاج وغادي تخوي فيها هادي ولانتي بن احسن ديري يعني اللي يقدك لمدة النهار يعني كل نهار طبخي واحد شوية وديري يعني طبخي واحد شوية ملا يعني ما تديري هالا في قرعة وتحتفظي بها الصوب يعني قدك للنهار. وغاد يتبقي ان شاء الله يعني اتوضي بها هاد الوصفة هدي اتوضي بها. او في الاول يعني اتوضي فيها والاول عادة باش تديرها بحال بخخ يعني اتديرها ما بين رجلك. وتخلي هادك البخخ هادك البخخ كله يعني اطلع مع المهبل اه المهبل ديالك. وفي اللي اللي بنيت بغي اتنعسي. كتديريها في واحد يعني في واحد الفوطة الصحية اللي كتكون عندك. كتدير فيها هديك البصلة وكتدير فيها هديك كتدير فيها هديك البصلة وخزامة وكتديرها يعني تحت الملابس الداخلية ديالك. فرائعة هاد الوصفة هدي البنات غدي تستعملوها تديروها تقريبا لذات المرات تل مرتين بعد دور الشهر يعني ما تفوتوش حيط الخزامة الخزامة المعروف على انها سخونة وقدرتي يعني يعني اكترتو منها بزاف ولا درتوها يعني آآ يعني يعني ضروري خذكم تديروها بعد الدورة يعني ما تديروهاش مسلا بقى مش هاتكم مش الدورة وتديرو هاد الوصفة هدي الا لان خزامة سخونة وتقدر يعني لكان عندك مسلا حمل ولا شي حاجة وانتي ما عارفاش وقلتي انا نديرها اقدر المهم انحنا نتفادوا هاد الشي كامل نديروها بعد الدورة الشهرية يعني مني تغتسلي من الدورة الشهرية ديري ان شاء الله هاد الوصفة هادي فقلت لك يعني ثلاثة ديال الطرق طرق غد ديريهم غدي تتوضي بها وكذلك غدي تحاولي ان ذاك البخاخ يطلع لك ما بين المهبل وعادة باش في الاخر كتديري هاد آآ الطريقة هادي كتديريها فوطة صحية وكتديرها في المبين الملابس الداخلية ديالك في لكن عندك البرد فغادي يعني مني تآ يعني مني تدير هاد الوصفة دي غادي تلاح يعني الافرازات يعني كتيرة غادي تبقى سهبط منك فهذا دليل ان عندك آآ يعني عندك آآ هذا ان عندك البرد وبرد نيت قديم في الرحيم فالبنات راهد الوصفة هادي وصفة وصفة رائعة وصفة ان شاء الله يعني راه قديمة وكانوا كي استعملا جدتنا والامهات ديالنا اللي آآ القضاء على آآ البرد فان شاء الله كنتمنى ان هاتنا الاعجاب ديالكم فما تنسونيش بلايك لعجبكم وكده لك